رعى سيادة المطران وليام الشومي النائب البطرياركي للاتين في القدس حفل إطلاق مسابقة الطالب المبدع التي نظمتها مدارس البطرياركية في رمالة بحضور الطلبة المتصابقين وأولياء أمورهم وتهديف هذه المسابقة إلى إبراز الطاقات والمواهب والقدرات المميزة لدى طلبة المدارس المسيحية في فلسطين والتي تعزز روح المنافسة والإبداع بين المشاركين وتسهم كذلك بسقل شخصية الطلبة علمياً وفنياً وتربوياً وبعد أن رحب المدير العام الأب الدكتور يعقوب الرفيدي بالحضور ألقى المطران الشوملي كلمة أشار فيها إلى أن مثل هذه النشاطات تنمي لدى الطلبة العقل والعاطفة والخيال والذكاء والثقة بالذات وشملت المسابقة الغناء والعصفة والرسمة والفلكلور وكتابة خاطرة